اشتاغ اكسي للبيسين انه اليمن السعيد يا اصدقاء وللمزيد من المعلومات ولا للحجز اراجع الاتصال بالسيد هذا هذه سفينة ليتر حكي اسرائيل الذي سحبناها من اذنها لشواطئ اليمن سحبناها من البحر الاحمر والان اصبحت استراحة اي شيء هذا؟ استراحة هيا ندخل نغزل هيا 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 استراحة اصبحت استراحة هيا بني احجزوا بلصتكم في الجالاكسي ليدر يعمل فيه برومو سيد لهابط الفيديو للسفينة المحجوزة ويوجه خطاب للمحتل الصهيوني يقولوا اما ان توقف العدوان على فلسطين وعلى غزة واما ان تنسى السفينة وحتى السفن الجاية قالهم حتى كمش تقولوا وهي عندنا سفينة عند اليمانيين توند هنوها ونبدلو الهلون ونمره سري وعلى انا سفينة تحكي وبتبيعة نصور في السفينة هو فما حديث فامر برشة على فكرة هو انا تفرش في الفيديو فامر على يضحك يا سر الرجل اي اي وتحسوا من اليمن السعيد بالفعل تحس السعادة خارجة من تمدو على محياه وهو سعيد فعلا فما حديث على سفينة اخرى نهارت الصبت في الليل نهار لحد على سفينة تابعة زيم يعني زيم هي رهي المؤسسة والسفينة اسمها سنترال بارك لكن في مثلا في دي جاردين يقولك انه القوات الامريكية استرجعت السفينة هذي معتها وانقذتها من الحوثيين ومن اليمنين اللي كانوا بش معتها بش عملو لها تحويل وجهها وبديو يعني دونك هو نداء من الحوثيين وكل سفينة بش تتعادهم مت مسكين يعني في عندها علقة باسرائيل او اسرائيلية نوزيم شركة اسرائيلية سهيونية انتوكا بش معتها بش يحولولها وجهتها اليمنيين وهذه مناصرة بيتبيعها للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين هما انتوكا من نهارت من نهارت الصبت في الليل معتها الحساب الرسمي للقويت المسلحة اليمني معاو دهبت حتى معنى هبايين هما جوز داو كتبوا زيم يعني للشركة نقعدوا في فلسطين ونحكيوا على فيديو فيغال متع زوز توريست دي فرنسي مشيو الفلسطين هما مشيو هورا قالوا مشينا معتها الاراضي المحتلة دونك الاسرائيل وقال فما ناس استقبلتنا معنى استقبلها كان مش غايب في اسرائيل وبعد مشينا للظفة وكل من معتها نسألوا خطر ارض اراضي فلسطينية تابعة السلطة الفلسطينية وكل ما ما نسألوا يجيهم مثلا من حد من المستوطنين يقولوا ماليهوني ما فيه مش فرق ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين معتها ما فيه مش فرق بين يهود ومسلمين ولا يهود وعرب نعيشوا الكلنا مع بعضنا لكنهم قاعدوا بالسيارة متاحهم يمشيوا ويدوروا وشايفوا ومعتها وشايفوا الحفريات متاع الماء وشايفوا عليها العالمات الاسرائيلية من بعد شوية ونكمل نحكي لكم على الفيديو خطرك باش تعطيني وقت فاصل فاصل قصير ورجعين نسمو الكوبل الفرنسي ونسموه مليح شنو بشي يقولوا عخطر اسرائيل سرقت كل شي وكملت زادا المياه موصين معكم في ونحكيوا في أشتاج على كوبل فرنسي مشاوي زوروا في الأراضي المحتلة ويحكيوا في التجربة اللي واجهتهم عندهم تيك تاك وعندهم شانيل يوتيوب في واحدة من الفيديو متاحهم يحكيوا على زيارة كما قلت مشيوا للأراضي المحتلة مشيوا معتل اسرائيل ومبعد دخلوا للظفة الغربية وقعدوا يتبعوا ما تلاحظوا أنه ساعة أولا هي نعمال ما أراضي فلسطينية لكن عليها شرطة الاحتلال والعسكر والناس مسلحة ومسلحة بثقيل مش مجرد أسلحة خفيفة وقالوا برشة حويجز اللي تعمل على خطر كيفيش وبهتوا كيفيش اسرائيين أو الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يعمل يفتش ويثبت في الأوراق ثم رأوا عليهم علامات الكيان ووقت لهم في الأراضي الفلسطينية وفهموا لهم هذنك أبار يعني حفق ديفوغاج للماء ومش أبار صغيرة بالفيديو يظهروا معناها كريمو أبار كبيرة كبيرة بالجد وكيسئلوهم ساعة أولا بتبيع العسكر كيسئلوهم كانوا معناها مش فرحانين وما حبوش يجيو بسهولة لكن كيسئلو المستوطنين قالوا لي فمش فارق هنا معناها نحن نعيش مع بعضنا لكن لقوا أنه الماء هذك يمشي للمستوطنات وأنه إسرائيل تحفر حتى في الأراضي المفروض تحت سلطة الفلسطين ونحن لدينا ونحن لدينا ومن بعد الماء هذك يجب المستوطنين ومن بعد الفلسطين يجب أن يشرعون الماء الماء يستخدم من أرضهم يجب أن تشرعون من عند إسرائيل نسمع الزوز فرانسيس نحن في نحن في مدنس بيكات دعي جيح في مدنس دعي جيل وكتابه يسرح ليتسر بكم مرات جدا وليس كنين أن أردنا أيضا فقط ، خلقاً لدينا سيارة بكم لدينا فعلة ضجاء بسيطة ويقفون بقواب مراتيين ويقفون محطل بموظم يشترك بشاركات ويقفون مهمة من يوزيق المسيح ويقفون بقضلات السيارة ويقفون في تراملين في الخطر سواء لأنهم جاريساً محطة في الغرقات منتجل حسناك أحبان بارناها ويسألن الأمان على تركزو ومكسان الفيحة ومن بارناه هذا لاعباد تغطيره ثم ولكن أنت كنت أحبباً لنفعل الأحب ما لا يتenserى من تبداً لبداً يأجب أن نعربي وليست منولوجياها لايعيصبية لا يحدثت ببعث ذلكه يتبدو وأجب الأرابة أجب أن يتعدد لديهم ثقام لديهم يجب عليهم أولاً ماذا تقول عن إسرائيل؟ إسرائيل؟ ماذا إسرائيل؟ ماذا تقول عن إسرائيل؟ هجموا في إسرائيل فلاحظوا أنه فلسطين محتلة إعقاق هدي رأي عنده ثمانية شهر الفيديو قبل ما تصير الأحداث مش جديدة؟ يا متوة ما وتعرف في الـ قاعد يخرج كل ما هو قديم فيما يخص ما يسمى الصراع العربي الإسرائيلي على خطر هو في الأخير ما هو صراع هو احتلال واضح فما نقطة قالوها اللي هي صغر سن المجندين الإسرائيليين ومنعش كان شفتوها الفيديو قدامكم ميتا وفما بوليميك كبيرة في الكيان المحتل اللي معناها جيش من صغار السن كانوا موجودين في وحدات عسكرية في 7 أكتوبر واتلقاوا الأمر بإطلاق النار عشوائيا وكانوا سبب في مقتل العديد من المستوطنين اللي بعد إسرائيل متهمة بهم حماس اللي هما قتلوهم وأحرقوهم وعملوا هذك اللي ما يتعملش الكل والبوليميك كبيرة برش اللي مات هذية على خاطر زوز من هال الجيش اللي هما صغار 18 و 19 سنة يا بدولي كانوا قاموا باعترافات في التلفزيون الإسرائيلي وهذا يفجر بوليميك كبيرة وكبيرة برش فها فيديو أخرى ما حدستش بوش نحكي لكم عليها هي فيديو فيها جوندي من تسحال وكمنيكاسيون على بلاتفورم شنية معه معه مغنية مغنية مسلمة من عش منكم من إيسيا معتها تغني على غزة هو عنده الجيتارة متيح وحب يعمل معها نوع من المعتها كيماليشانش لكن كيف سمعت سمعت صوتها سمعتها تغني وتغني على غزة اللي هي غنية فيها تقريب معتها اللي عملها غنية قديمة زيدة معناها من الدات يدهولي من 2008 ولا ألفين غازة تونايت يعني رجي وورتز والجماعة يدهولي كان مانيش غالطة معتها من اللي بارول تقول وعينيها تضغل بالدموع ويقولها هي على أساس بش تسمعه وغنيت هي وقت تقوله انت يقولها ليه كمل انت غني خيد الرجل معه يسأله وقل انت وانت سمعت ما انت سمعت الكلمات متاع الغنية انت سمعتها فهمتش قاعدة تقول يقولوا ويه فهمت ليه تحيا على غزة مش مشكلة كمل معتها وعينيها دمعت ومنع بش اللادات متاع الفيديو كيف تنشو متكون ترجع إلى وقت آخر فالصراع مش بطرورها إلى سبعة أكتوبر لكن جو سبو كونفيرمي معتها شنو اللي قلت انت اللي هو ما صغار السن وحتى أبو عبيدة في خطابه الأخير قال راهوا الهذي معتها الناس دوما مدفوع بهم في الحرب وهم ليسوا مستعدين يعني من اللي زود بوليميك اللي توا متفجرة بصفة كبيرة في الكيان المحتل هي هروب بعض زادة المجندين من أرض القتال معناها دخلوا ومن بعد هربوا كريمو على خطر نعرش بالضبط شنية الأسباب ولكنهم فاصعوا هم لكلهم مجندين في الأرض هذيك فهو فيديو أخرى واللي هي فيك على لسان بايدن كأنه بايدن يقول أنا مهمنيش في اليمن وما ندخلش في اليمن وحطموا لي أسطولي وما عنديش مشكلة ما عنديش دخل في الحكاية ونتانياهو دونك الفيديو راهي فيك على الأخر وننصحكم جميعا فما دي سيتم تفاك تشيكينج اللي فما رويترز تقصي الحقائق عندها عندها بلاتفورم عندها سبيسيال خدمة تقصي الحقيقة من رويترز فما موقع مسبار يعني اللي تجمو تمشي وتثبتو فيهم رو برشا فيديوهات ترك فيك فما فيديوهات ديب فيك مع انتا معمولين بالانتليجانس اختيفيزيال بالذكاء الاصطناعي كيف كيف معناها بش يهمو بحاجات أخرى نمشي المعتز عزيزة رجل الالفين وثلاثة وعشرين مان افضي يير حسب الجيكيو ميدل إيست دونك الميديا معتز عزيزة اللي يحكي ورجعوا شوي على البارك وهم تقعوا اللي كبديت بدي العضوين على غزة في اكتابر يعني كان عنده آلف الفولوورز صحيح لكن مش بالعدد هذا اليوم نحكيه على ملايين الفولوورز نحكيه على شخص معروف في العالم الكل وعلى شخص يقوم بتغطية معناها كبيرة تغطية عظيمة يعني اللي يقوم بها معتز من الناس اللي يمكن لو كان مهوش موجود رو العالم ما أخذيش فكرة مع تصحيحها وما شايف روش شنوه اللي قاعد دا قصير دونك اللي قاعد يصير حرف القاعد ما غير ترجمة ما غير تسلل يعني دونك تبعوا في تشوفوا دونك إذا كانت تبعوا في تشوفوا في الكوفيرتور متاع 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 جي كيو وتاع عبتك في الميكرو اليوم الميكرو سمحني وليد ما غير ماتز عزيزة دونك الكوفيرتور تشوفوا فيها على على الديجيتال رجل آخر نحكيه عليه اليوم اللي هو روجر ووترز كنت نحكي عليه قويلة شوية تشوفوا فيه ياخذ في كان في الشيلي دونك دونك هو قابل مسؤولين على الكلوب كان موجود خمسة عشرين وستة عشرين نوفمبر في الستاد مونيمونتال دونك في الشيلي وعطاوه دولو المريول معروف معتها اليوم مواقف القضية الفلسطينية روجر ووترز يعني واحد مؤسسي الجروب الكبير بينك فلويد دونك اليوم معتها إسرائيل ولا تشوفوا كخطر عليها معنى هولا يتلقى تهديدات دونك ودبورتي في فالسطين وحكينا عليه المرة اللي فاتت يتولي من غير من فليكشيلي اسوه المهاجرين الفلسطينيين في الشيلي بالضبط يعني فريق قديم مهوش جديد شنو اخر اللي كنت بش نحكي علي ايلون ماسك ايلون ماسك اللي انت بابتسام قعد تحكيلي انت تقول لي ما ويقفوا ما ويقفوا متى حرية التعبير ايلون ماسك يعني مرموين قال ولا ما قالش مرموين ما قالش نعرف كمش انا مش فيها مش قاعد نعمد لها جملة دونك اه ايلون ماسك صاحب اه نتورك يعني اه اكس اللي كان تويتر دونك اه بشي قابل اه مش بشي قابل قابل بنجمين بن يمين نتنياهو ودار به في المناطق اللي تعرضت للهجوم نهار سبع اكتوبر ويذكر ما تبشي وريكم شنو واليوم انت مستعدين يعملوا كان لزم يستعدعو سكان الكرة الارضية واحد واحد ويهزوهم في فيزيت عملو له فيزيت جدي على فكرة بشي قولوهم بشي قولوهم حتى الرصاصات موجودين اللي زيتوي معناه متاع الرصاصات ما زالوا موجودين على الارض فماش ما يغير سيستو على تويتر ولا على اكس دونك ايلون ماسك على فكرة اثارت ردود افعال كبيرة لزيارة هذه اليلون ماسك وبرشا بعثوله وقالوله من المفروض احنا قلنا لك امشي شوف الوضع في الدمار في غزة مش تمشي للكيان المحتل محتل اه وبالزيارة هذي كاينو ايلون ماسك قاعد يا اما يرتب في السيرة يا اما يعلن على يعلن على ولاء كريمهم عنا اللي هو حد يقول اللي هو صهيوني وكاو حاول ما تايكون زا ما متوازن لكن كاو معنا التوازن اذك خلط الفاة الاجل خلط لدات لميت دو كونسوماتيو سنو نختمو بصورة اخيرة عن تبادل الاسرة نهارة السبت ولحد دارت برشا هي صورة الاسيرة اللي كان عندها كسر معنا على مستوى للسيق والي هي نغمة المون بعد ما وصلوها يعني عضاء حمايس يعني للكربة متاع الصليب الاحمر قالت لهم thank you شكرا لكن شكرا على معتها التقرات thank you sweetheart وعملت يعني عملت بوليميك كبيرة وكلام على قصص حب ولا قصص حب يعني صارت في الاسرة عادة الميم اللي قاعدين تشوفوا فيه قالت لهم التوفين جاي من غير ما تكلموني تونجي وحدي اللي هي صيرة دونك هو 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 اي لا جوز اماني بعثتلي فيديو متاع انتشال رضيعة بعد شهر من قصف منزل اهلها في غزة والدرك معنا رجال الحماية المدنية في غزة يحتفلوا بهال الرضيعة هذي اللي خرجوها صغيرة بالكل معناية عمورها ماكسيموم اشهره مش حتى ماكسيموم ثلاثة شهر عمورها رضيعة خرجوها بعد شهر من قصف منزل اهلها في غزة شكرا لك هاجر ابو جماعة يا عشق تقد معنا بعد شوية خاطر بش نحكيه على التمديد في الهدنة اللي صار منذ ساعة تقريبا يزمك تقد معنا انتي مروين وزينب مواصلين معكم في لوماج اكس بريس بعد ما نسمعوا نشرة مفاصلة للاخبار مع سهيل السمع اشتركوا في القناة